أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في لندن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ويامهيغ أن حل الأزمة سوريا يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا وأوضح كيري أن تسليم النظام السوري لمخزونه من السلاح الكيموي سيجنبه دربة عسكرية أكد كل من وزير الخارجية البريطاني ويامهيغ ونظيره الأمريكي جون كيري أن بلديهما ما زال في تحالف وثيق بشأن سوريا على الرغم من تصويت البرلمان البريطاني ضد المشاركة بأي تدخل عسكري هناك كما كرر تحميل النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيموي المزعوم بريف دمشق الشهر الماضي من جانبه وفي خطوة غير متوقعة أعلن كيري أن تسليم الرئيس السوري بشار الأسد أسلحته الكيموية لمجتمع الدولي يجنب سوريا ضربة عسكرية بالتأكيد يمكن تجنيب سوريا ضربة عسكرية إذا سلم الرئيس السوري بشار الأسد جميع أسلحته الكيميائية للمجتمع الدولي لمراقبتها دون أي تأخير خلال الأسبوع القادم لكنه من الواضح أنه لن يفعل ذلك وأكد كيري أنه ليس هناك حل عسكري لكنه أضاف أن الحل السياسي يحتاج أطرافا مستعدة له مشددا على أن العلاقة بين واشنطن ولندن لن تتأثر بسبب تصويت البرلمان البريطاني ضد المشاركة بأي تدخل عسكري في سوريا واصفا العلاقات بينهما بأنه أكبر من ذلك ورفض كيري الاقتراحات بأن الرئيس باراك أوباما اضطر لاستشارة الكونغرس بعد رفض البرلمان قضية العمل العسكري مشددا على أن الرئيس الأمريكي كان يعتزم القيام بهذه الخطوة ولا يوجد هناك إساءة فهم للتصويت البريطاني وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن العمل المحدود الذي تخطط له الولايات المتحدة يختلف جدا عما حصل أثناء غزو العراق وحذر كيري من أن عدم القيام بتدخل عسكري في سوريا يمكن أن يدفع نظامها لاستخدام السلاح الكيموي مجددا على حد قوله نحن لا نتحدث عن حرب ونحن لن نذهب إلى الحرب ولن نعرض حياة الناس للخطر بهذه الطريقة وننشر قوات على الأرض ونخطط بدلا من ذلك لضربات محدودة للغاية وعلى المدى القصير وتستهدف قوات الرئيس الأسد إن الولايات المتحدة والرئيس أوباما والمسؤولين الأمريكيين الآخرين في اتفاق كامل على أن نهاية الصراع في سوريا تتطلب حلا سياسيا وليس أسكريا ولا توجد لديهم أوهام حول ذلك من جانبه ذكر هيك أن لندن وواشنطن تعملان معا للضغط من أجل رد دولي قوي على استخدام الكيموي السوري واعتبر أن موقف حكومة بريطانيا واضح عن حيال الأزمة في سوريا مضيفا أن الأولوية القصوى للحكومة البريطانية هي الدفع لعقد مؤتمر جينيف 2 للسلام في سوريا والثانية تقديم المساعدات الإنسانية والثالثة دعم المعارضة المعتدلة والرابع اتخاذ موقف حازم بشأن استخدام السلاح الكيموي كما دعا إلى زيادة الضغط الدولي على السلطات السورية